كنز رباني واختراع لا يقدر بيه الثمن اللي باني المر كنز لا يقدر بيه الثمن لشد التجاعد، توحيد لون البشرة لبشرة خالية من العيوب تفتيح البشرة هيخليك يبيض قبيض السلج هيصغرك أكتر من عشرين سنة حتى لو عمرك فوق السبعين سنة وكل اللي هيشوفك هيقولك عملت إيه في وشك أو في بشرتك عموما صلوا على الرسول الله اللي أول مرة يشوفني أنا مطبخ مامة سولة إسراء فاتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أول حاجة كده بنجيب قصرولة وهنحط ثلاث معالي من اللي باني المر الاسم الثاني له اللي باني الزقر اكتبوا لي بتشوفوني أو بتتبعوني من أي بلد وأهلا وسهلا بيكم جميعا بعد كده أحط كبهتين من الميا الكمية اللي أنا هعملها ديت هتكفل وش والجسم هتقعد معاك استخدام تلاتين يوم بالزبط بجد رهيبة وبجد الكل اللي حيشوفك مش هيصدق وده سر زمان كانت لما تكبر أي واحدة أو أي حد عموما ما يبانش عليه وده بسبب إن هم كانوا بيستخدموا الحاجات الطبيعية دي بالأخص كريم اللي باني المر ده معجزة ربانية هسيبهم يغلوا على النار لمدة عشر دقايق بالزبط الميا مع اللي بان هنا هتلاقي إن اللي بان بدأ إن هو يدوب تماما ولون الميا بيتحول للون الحليب لون أبيض كده إيه مدي على السكري تمام بالشكل ده صلوا على الرسول اللي وخلونا ناخد إصواب والحسنات سوا هسيبهم يغلوا خمس دقايق كمان على النار لحد ما اللي بان يدوب تماما هنا اللي بان كندب تماما زي ما انتم شايفين كده لايك بقى وكومنت حلو وشيل الفيديو على قد ما تقدروا لو حاسين إن انت بتستفادوا ما تبخلوش علاية بالاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس علشان ما يفوتكوش أي فيديو جديد هنا استخدمت الخميرة الفورية معلقة كبيرة منها كده وهبدأ بقى إن أنا أقلبها وأسيبها تغلي على النار مع اللي باني المر لمدة عشر دقايق بالزبط وبجد الوصفة دي مش بس هتفتحك هتخلي بشريتك كإن أنت عندك عشرين سنة حتى لو بشريتك فيها عيوب كتير جدا قولي ودعا لكل العيوب دي وهتنفع جدا للمناطق الغامق المناطق الحساسة وأي منطقة للجسمة وبجد الناس الكبيرة في السن لو جربواها حيدعولي عليها وأي بانوتة متشوفوا الفيديو جربيها بجد حتدعيي لي لإن بجد هتخليكي أمر كده قبل العيد صفيت كل المكونات بالشكل ده وهنا بقى زي ما أنتوا شايفين لون المغلي بتاعنا أبيض تماما وكأنه هو حليب أصلا وده طبعا لإن اللي بان ده بتماما مع الميا المغلية من غير بقى من ننقعه ولنستنى يوم أو يومين وبجد دي أفضل طريقة هتعملي بيها كريم اللي بان المر أنت عارفة أصلا أن ده سر من أسرار الفراعنة وأن ده كان سر من أسرار الجمال أصلا في قديم الزمن هنجيب بقى معلقة من اللي بان البودر وهنا بقى ندوبت معلقتين من النشا مع معلقتين من الميا وهبدأ كده أضيفها للي بان المر هقلب بقى اللي بان واللبن مع كل المكونات شايفين مركز إزاي بجد رهيبة الوصفة دي كل اللي حيجربها هتدعولي عليها لو أنت بقى كبيرة في السن أنت أصلا قولي ودعا للتجايد مش هتشوفيها مرة تانية كمان لو أنت صغيرة جرب الوصفة دي لإنها تفتحك جدا ومش هتخليك لما تجبري أصلا يبان عليك هنبدأ ننقل تاني كل الكلام ده لأي قصرولة وهاخدها كده وارفعها على النار وهسيبها بالضبط لمدة 3 دقيقة على النار هنا هو تنرفعتها على النار هسيبها بقى لحد ما تشوفهم القوام اللي أنا عايزها توصل لي أنا مش عايزها تتقلقوي ولا تبقى خفيفة يبقى القوام بتاعها كريمي تماما وده أنا هوره لكم ولي أنا بحب أن هي قوامها يكون كده علشان تعيش معي أطول فترة ممكنة وما تتكتلش نهائي وكده كده اللي بان المر مش هيخلي النشا تتكتل نهائي ولا تجمد هتفضل من أول يوم لتلاتين يوم زي ما هي كده في التلاج عايز أقولكم أن أنا عندي كريم أصلا عاملة برضو بالليبان المر بقى له عندي دخل في الستين يوم في التلاجة وكأنني لسه عاملة مبارح بجد رهيب كولاجين طبيعي هنا القوام بدأ يتقل هوت هسيبها دقيقة كده كمان وهوريكو شكلها هنا خلاص جنوصل لقوام اللي أنا عايزيه وهو ده قوام اللي احنا محتاجينه بس انت مش محتاجة تقلي عن كده هي أصلا لما تقعد هتتقل حاجة بسيطة قوى عن كده ولكن مش هتتقل قوي فإحنا هنسيبها كده بالقوام ده مش هنتقلها عن كده لايك بقى وكومينت حلو شاير الفيديو مع كل حبيبك اللي انت حابة ان هم يستفادوا لان بجد كل اللي حيجرب الفكرة دي حيدعيلك عليها هبدأ انقلها كده لأي حاجة هتطفز بقى بالكريم بتاعتيها أنا كده نقلتها وهبدأ كده أخذ معلقة كبيرة من زيت الزيتون وأخلط بقى زيت الزيتون عموما مادة حفظة كمان والزيت بيحفظ اي حاجة وهبدأ ان انا أخلطه كويسة او مع الكريم بتاعنا شايفيني القوام والشكل عامل ازاي هبدأ كده أخلطه واهم حاجة طريقة الاستخدام وده اللي هقولك عليه دلوقت تمام؟ احنا بنسيبها كده برة التلاجة لحد ما تبرد تماما يوم كامل سيبيها برة التلاجة في الشتاء ده يوم كامل طب لو الجو حر عندك سيبيها 3-4 ساعات لحد ما تبرد وبعد كده غطي الطبق بتاعك وشيليها فيه التلاجة طريقة الاستخدام ودي أهم حاجة تممكن تستخدميها كل يوم وممكن تستخدميها 3 مرات في الأسبوع ده احنا بنغسل وشينا كويس قوي بنجففها وبعد كده بنبدأ ان احنا ناخد منها وبندهن وشينا كويس قوي والرقبة كمان بتسيبيها لمدة 10 دقايق بتتدائي تلاحظ ان وشك بيتشد شد كده شد غير طبيعي لان اللبان المر بيشد البشرة بطريقة انت ما تتخيلهاش بعد كده بتغسلي وشك قسما بالله من أول مرة هتلاقي وشك مورد بطريقة غير طبيعية فاتح درجة من أول مرة ما بالك من ثاني مرة وثالث مرة استعمال هيفتحه بالدرجة وثلاث درجات هيخليك بيدة زي الاشتا كده هيخلي وشك ما فيهوش أي عيوب ما فيهوش هالات سودا ما فيهوش بقى حبوب ما فيهوش أصل لحبوب ما فيهوش ندبات نهائيا في الواجه ولا أصل لأي ندبات ما فيهوش حفر في الوش لو وشك فيه حفر بعد الشر يعني هيوحد لون البشرة ويودع للتصبغات الجلدية عموما اللبان المر أصلا يا جماعة كولاجين طبيعي من أكتر الحاجات اللي بتخلي بشرتك ممتلئة بتشد بقى التجاعد وخطوط الجبهة لو عمرك فوق السابعين سنة هيصغرك ويخليك صبيت العشرين سنة لو انت صبيه وبنوته فهو هيخليك يأمر أربعتاشر حرفيا يستخدم كمان للمناطق الغمئة والمناطق الحساسة ندخل نهو تشاور وندعج جسمنا كويس قوي وبعد كده بنفرده على جسمنا ندهن جسمنا بالأماكن الغمئة ونسيبه ربع ساعة بيشد كده الجسم شد وبيبدأ ان هو ينشف كده نبدأ ندلكه ونفرقه في حرقات دائرية لو عندك ليفة مغربية لو ما عندكش بالليفة العادية أو بأيديكي وبعد كده تخسلي جسمك ولي وداعا أصلا ليه الغمئان لأنه هيفتح المناطق دي بالتلات درجات من أول مرة ليه كدرة غير طبيعية في إزالة الجلد الميت وتوحيد لون البشرة القضاء على علامات الولادة والكلف والنمش بجد جرابي الوصف دي اتواحد ادعيه لي وأشوفكو على خير